مشاهدينا كثيرا ما نسمع عن مصطلح النرجسية أو أنت نرجسي طبعا فعليا كلمة نرجسية جاءت من أسطورة يونانية ولها روايتين إحداهما أنه كان هناك شخص يدعى نارسيس وكان جميل جدا وبسبب جماله يعني عشق نفسه عندما رأى انعكاس وجهه الجميل على الفيلم فأراد يوما أن يلمس جمال وجهه وقفز في البحيرة واعتاد أن يجلس عندها مطولا متأملا جمال وجهه فغرق ومات وظهرت مكانا يعني جلوسه وردة وكانت هذه الوردة من النرجس ومن وقتها سمية نرجسي إذن هذه قصة نرجسية إسراء وقد تتعدد الأسماء لكن الفكرة واحدة قد تكون حب الذات قد تكون الأنانية حديثنا اليوم عن النرجسية وهذه الشخصية كيف نتعامل معها ما هي أعراضها وما هي أسبابها وطريقة علاجها أكيد مع الدكتور محمد الدندل يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيه شكرا سباحك بداية دكتور قبل أن ندخل بموضوع النرجسي اللي محتاجة لاختصاصي نفسي إحنا جاهدنا الاستطلاع واللي يضرب على الوتر الحساس في مسألة اللجوء لطبيب نفسي شو رأيك بالمشاركات اللي شفتها بالعكس أنا بشكركم كثير على الاستطلاع يعني كان يعني هو توجه إلى قلب الموضوع مباشرة يعني هاي المعاناة اللي احنا بنعانيها أحيانا وعانوا الناس من هاي الفكرة يعني مفهوم الطب النفسي والعلاج النفسي والمرض النفسي حتى الدواء النفسي هناك حجم هائل من الأوهام حول هاي الفكرة صح نعم طبعا احنا شفنا آراء من يعني أقصى مؤيد وعارض يعني أقصى المعارضة للتأييد طبعا احنا هون مغاجبنا نحكي الأمور بشكل علمي يعني القضية الطبيب النفسي بالنتيجة هو مثله مثل أي طبيب آخر المرض النفسي هو لا يختلف عن مرض آخر أي مرض آخر مثل السكرية مثل السرطان مثل أي شيء له أسبابه المحددة تغيرات معينة بالنواق العصبية بالدماغ تؤدي إلى هذه الظهور مثل سواء قلق أو اكتئاب أو أوهام أحيانا الحالات الدهانية التي سبقنا عن بعضها فبالتالي مسألة ما في أي بطولة بمواجهة المرض في ناس بيقول أنا عم ساعد حالي طيب لأنه المفهوم مختلط عنده كيف أنا دسخنان فيني ساعد حالي مثلا وأحيانا الأهل غياب الفهم بيقوله لأوله ساعد حالك شنون بدي يساعد حاله إذا واحد برتفع السكر معه فينا نطلب أن يساعد حاله أحيانا في شغلات يعني تشعر المريض بالذنب لما كله قوي إيمانك شو دخل بالإيمان إذا واحد نفس الشيء قارنه أنه فينا نقوله قوي إيمانك ينزل السكر معه أو يشفى من مرض وللأسف يمكن دخلت بعض مفهوم هي تخضع لآليات جسدية معينة بنفس الطريقة يعني تغير بكمياء دماغ مثل تغير كيمياء أو فيزيولوجيا أي عضو آخر تؤدي لأعراض مرتبطة بهذا العضو صحيح ذكرنا يعني مثل هذه الأمور كنا نتحدث في كل حلقة على هذا التنويه المهم جدا فعلا ويمكن بقول دخلنا أو في مصطلحات مجتمعية تنمية البشرية دخلت يمكن وغيرت شوي من مفهوم الطبق النفسي ومراجعة الطبيب مثل ما ذكرت أنه بظل إرادتك ضعيفة أنت ضعيف لا احضر دوراتها بتقول حالك وبإدارة تتجاوزها لكن بعض الأمور تحتاج فعلا لطبيب نفسي نبدأ بالشخصية النرجسية نعرف ما هي هذه الشخصية يعني هو عمليا مسألة النرجسية يعني هو كذلك هذا أحد المفاهيم اللي مواضح عند الناس النرجسية هي مسألة حب الذات يعني فيه درجة من حب الذات هي طبيعية ومطلوبة شخص اللي ما عنده درجة من النرجسية ينتهك يعني ما بيعرف يدافع عن نفسه ما بيعرف يحقق طموحاته لكن هناك فرق بين حب الذات وعشق الذات لما يتحول هذه المسألة يعني لعشق ذات هون المصيبة يعني طبعا خصا طبعا بدنا نفرق في شكل من أشكال النرجسية اللي نشوفها عند الأطفال الطفل تمركز الطفل حول ذاته يعني هاي مسألة إيجابية ومهمة يعني في النمو نفسي طبيعي للطفل هي تقدير ذات يعني وهي مقلبة كذلك النرجسية اللي نشوفها عندها تجاه أطفالهم يشوفوا أطفالهم أحسن أطفال بالعالم هاي طبيعية ومهمة يعني الآب أو الأم اللي ما بشوفه أولاده أحسن أولاد بالعالم يعني هذا أحساس حتى لو يعني مبالغ فيه بس هو هون طبيعي ومفيد نعم لكن عند البالغين لما يصير شخص عنده إحساس بالعظمان ومهم ويعتبر الناس ما يقدروا إمكانياته ودائما مشاكله بالحياة هي لأنه الناس ما بتقدر إبداعاته العظيمة كذلك شخص استغلالي عن محكاة الطلاب الشخصية النرجسية نعم أناني جدا ما بيتعاطف مع الآخرين كل هذا القناع من القوة والإبهار هو طبعا يخفي وراء هشاشة بالأنا تبعه يعني هو عمليا هي تعويض هو دائما رغم كثير حقودين وصير عندهم جرح نرجسي إذا عارضتي أو يحقدوا يعني هاي بعض أعراض طبعا حقود يعني ما بينسى أي شيء إذا جرحتي نرجسيته ما بينسى ودائما إذا أنت عزسني نرجسيته ممكن يرفعك للسماء يعني دائما يبالغ بانتداه الناس اللي شايفينه تعزز الأنا عنده يعني النرجسي إذا ظهرنا له إعجابنا بإمكانياته بصير يعني هو شخص يحبنا ويحبنا لذاتنا يحب اهتمالنا فيه إذا صح التعبير أما مو شايفنا نحن كذلك العكس بالنسبة للناس اللي بيعارضوه أو بيحاولوا خلوا يشوفوا إمكانياته بشكلها الواقعي هو شايف حاله عظيم نعم فبتالي بصير بيحقد عليهم وعندهم يعني سعي خلينا نقول حثيث للسلطة للمراكز بأي طريقة أحيانا حتى ولو بطرق انتهازية سغلال الآخرين يعني دائما بيعتبر أنه البشر موجود مادة لمجده يعني حتى ولاده يعني هو يعني في فأب كلك أنه نرجسي يحب ولاد لا هو ما بيحبه هو بيحب محبته إلو هذا صح التعبير إنها ممكن تكون نقطة خطيرة جدا إنه تعامل الإبن معه ممكن يؤثر فعليا على تعامل الأب النرجسي مع ابنه لا شاكل والمشكلة أنا بشوفها بالعياد إنه هدول دائما هو مع الآخرين شخص لطيف مهذب مثقف يحاول يلفت يعني نظر الجميع ودائما بيحب نشاء الناس يقولوا عنه هو كثير رومانسي كثير لطيف مع المساق استعراض عضلات طبعا مع عيلته بيكون عامل المصائف جلف جدا فبيعيشوا هذا الصراع يعني بمعنى أنا مثل حدا إذا أبوه نرجسي الآخرين بمتدحوا أبوه شخصية عظيمة كذا كذا لكن بينما هو بالبيت يتعامل معه بطريقة يعني حتى الشكوى أحيانا الناس ما بيفهموها إلا ما يشكل الأقارب والمحيطين اللي هنا شايفينه بصورة أخرى يعني عنده صورة كثير براقة بالخارج مع المحيط مع المجتمع لكن بالبيت فضيع يعني هو الكل موجودين يعني الله خلق البشر بس هو لا يرضوه طيب دكتور يعني يستوقفنا هنا السؤال هل هذا الشخص يعرف أنه عنده نرجسية أو عنده الأنا مثلا وحب الذات كثيرا والأسف هي باعتبارها حالة مرضية تعويضية بشكل لاوعي آليات الدفاع النفسي اللاوعي عنده هو حتى يخلق هذا التوازن حتى يعوض عن الهشاشة يعني حتى فيه يعني بكلك من الداخل فيه تعبير فرنسي بكلك نول يعني يعني صفر هو من الداخل باللاوعي تبعه فبعوض كل ما بالغ بظهار العظمة كل ما هذا مؤشر على أنه هو من جوه هش وقابل للانكسار بأي طريقة حتى مرات من كلمة يعني فبالتالي هو ما بيدرك هذا الشي بس عادة هدول حتى علاجهم صعب بالأسف يعني بيلجأوا للطبيب النفسي وهذا شو بيرفض بين الطبيب النفسي وبيفهم قد العالم كم يروح عن الطبيب هو مستوعب لسه أنه محتاج أصلا طبيب نفسي عادة يثوروا إذا الأهل لمحوا لهذا الموضوع تلميح بس بيلجأوا بعضهم إذا كان عنده ذكاء عالي يبلش يصير عنده بصيرة بذاته وعادة هدول بعمر متقدم بيدخلوا بحالات اكتئاب لما يكتئب ممكن يجل عنده الطبيب النفسي نعم طب دكتور اكتئاب هو اللي بيخده أما غير هيك لا يعني لابد أنه نتحدث عن مضاعفات خطيرة لهذا المرض يعني احنا ما بنحكي بس عن مجرد صفات سيئة وسلبية موجودة عند الشخص ممكن هذه المضاعفات تصل على سبيل المثال لصعوبة دخول هذا الشخص بعلاقات عاطفية ممكن صعوبة أصلا ارتباطه وزواجه فحدثنا ليه عم بتصير هذه المضاعفات بهذا الشكل الخطير تحديدا أنت ذكرت نقطة كثير مهمة هذول غالبا عندهم مشاكل يعني صعب تخيل أنه يكون فيه علاقة عاطفية متوازنة بين نرجسي وبين امرأة لأنه صعب يعطي بالنجسي تمام لأنه بالبداية يعني يسحرها باهتمامه بيروقيه بثقافته بتفهمه لحقوق المرأة إلى آخر يغمرها بهذا وهو عايش الحالة لأنه خصوصا إذا كان هو رغبانه كثير وعنده عواطف قوية تجاهها هو عم يستمتع بالحالة وممشانها يعني بس لما يصير فيه أي تعارب بين رغباته والنرجسية أو صورته وطبعا العلاقة هي تكامل بين اثنين يعني هي مو قائمة على شخص بلش هون الخيبة الكبيرة اللي نشوفها عند النساء يعني دائما للأسف هذول ضحاياهم النساء يعني بشكل كبير أو أي وحدة بتدخل معه بعلاقة غالبا تدفع ثمن كبير بعدين وكذلك قد تكون المرأة يعني عندها طبعا خصايا يعني هلأ لا هي موجودة عند الرجال نسبة رجال أكثر يعني أنتم نفدتوا منها الحمد لله نافدين من هاي نسبتها عند الرجال أكثر ولأنه في عوامل أحيانا عوامل الثقافية للأسف يعني يعني نشمع دخول يعني خلينا هنا ندخل بالعوامل والأسباب اللي تحدث هذه الشخصية يعني يبدأ من الصغر هل في مثلا أمور تربوية أسرية قد تساعد على بناء هذه الشخصية وهي حقيقة تبدأ من الطفولة يعني أحيانا مثل حرمان الطفل من الإحساس بالحب لما تكون علاقة باردة يعني هو الطفل بالأساس حكينا أنه عنده هذا التمركز حول الذات لما ما نشبع عنده هاي الحاجة للحب ممكن يصير يعني يتمركز أكثر حول ذاته ويصير بعدين يتطور هذا الاطلاب شخصيا درجسية أو أحيانا مبالغة الأهل يعني خصوصا مثلا لما يكون ولد وحيد خصوصا إذا كان شكله جميل فيه هاي المبالغة كثيرة بامتداح صفاته خصوصا صفات العلاقة بالمظاهر شكلي ما العلاقة بالجوهر نعم فبيكبر هذا عنده تمركز حول صورته الخارجية أكثر أنه كثير عنده اهتمامهم بشكلهم بلبسهم يعني ما بيظهر أمام الآخرين إلا بأجمل صورة فيعني دائما هاي مؤشرات أنه قد ديش اهتمامهم بالمظهر وجودهم مع الآخرين هلأ الطفل لما يصير فيه هاي المبالغة هاي ممكن تهيئ لأنه يصير عنده نرجسية عادية فدائما نحن أكد عن نقطة يعني أعطاء الحب الحقيقي للطفل إشباع حاجته للحب وللأمان هي كثيرة بحمايته من كثير قضايا سواء اضطراب شخصية نرجسية أو باقي اضطرابات الشخصية أو حتى باقي الأمراض النفسية دائما يعني هنا كلمتين بسيطات بس صعب أنه الحب المجاني نعم غير المسروط غير المسروط تماما والإحساس بالأمانة اللي نحن نحط الطفل بأنه دائما موجودين لأجلك نحسسه وتشجيعه لأنه يعني خلينا نقوله يتعلم كيف يتحمل مسؤولية الحياة يعني تدريبه هذا صح التعبير مو أنه مبارغ من حمايته هاي كفيلة بحمايتنا من كثير مسألة أيضا دكتور أنت ذكرت مسألة جدا مهمة وحرجة كون النرجسية يعني تدل على التمركز حول المظهر الخارجي مسألة تعزيز الجوهر تعزيز الصفات الجوهرية يعني في التربية منذ الطفولة هاي قديش برضو ممكن يكون لها أثر بأنه الإنسان يبتعد عن النرجسية مهمة جدا لأنه يعني عمليا هو أنت الطفل إذا حسستيه أنه أنت محبوب لذاتك بيصير بالعكس هذا يحفزه ليطور إمكانياته يعني بمعنى غير لما إحنا مرات فيه تحفيز خلينا نقول يعني في نسميه سلبي نعم أنه دائما نحسه أنه يصير ينجز الطفل لما نقرن الإنجاز بالحب هاي مشكلة بيطلع قلق يعني هو الجوز يأخذ يطلع معه دكتوراه بس من جوه يعني دائما يحسها له إذا ما أنجز معناته رح يفقد حب الناس نعم فبطلع هذا اللي عنده نقلق لما نحس أنه أنت إحنا نشجعك لتحقق ذاتك ذكرتني بالأمهات دكتور اللي يعني تربط حبها لابنها بالعلمات العالية والمعدل العالي يعني لازم أهني انتبهوها هاي كارثة شكلية بالوقت اللي أنه هم يفكروا أنه عم ينجز بتفوق بيطلع بيصير معه شهادة جامعية عالية بس نسيانين أنه فيه شيء من جوه عم بقتله شيء داخله تماما وهذا راح يعذبه لآخر يوم بعمره والكارثة أنه هذا ممكن ينقله لأولاده نعم ألا شخص الذي عنده قلق عالي مرضي إجباري بده يورثه لأولاده لأنه راح يتعامل بهذا هو خايف من الحياة يبالغ بحماية أولاده بيهيئوا لأنه يطلعوا خايفين نعم هي نسبة الوراثة من هاي الأمور تماما هي الوراثة إلى علاقة ماناجينية وراثة نفسية خليقوا نفسية بيئية تماما أنا ذا شخص عندي قلق عالي بدي رب الولاد قلقين طب دكتور نعم أنت ذكرت الأسباب اللي ممكن بالطفولة فعلا تخلق هذه الشخصية النجسية لكن لو تحدثنا عن فترات أخرى مثلا في الشباب هل ممكن فعلا شخص يتحول من شخص عادي إلى شخص نجسي يحب ذاته أو يتحول حبه لذاته من مرحلة الحب إلى مرحلة العشق كما ذكرت في مرحلة متأخرة من عمره تماما هو عمليا يعني إحنا ما بصير نشخص اضطراب شخصيا نجسية قبل 18 يعني عادة لازم يكون فوق 18 لأنه ببضل فيه شغلات هلا مشان ما يصير فيه خلط عند الأهل الجزء أهل يسمعوا هذا الكلام يشوفوا عندهم هلا بمرحلة المراهقة بيصير في هاي الدرجة العالية بالاستقلالية ويعني إلى حد ما يصير المراهقة أو المراهقة يهتموا بشكلهم مشان الناس ما بيخلطوا هذا شيء طبيعي له علاقة بمرحلة عمرية عميشة بس احنا نحكي عن حدا بالغ يعني تخيلي شوفوا واحد بعمر متقدم مثلا عنده هذا السلوك هذا معناته مؤشر ونبقى نبقى نبقى كل مؤشر مشان ما نصير تشخيص هيك على الحارق لأسف لأنه كتير ناس أنه ايه لا هذا طول بالك ما سألت أنه احنا نعطي حدا صفة مرضية مسألة غير هلينة مسألة لها بعد أخلاقي ولازم نكون متيقنين ويكون عندنا معايير حقيقية كاملة للتشخيص مو هيك نعم طيب دكتور بيضل علينا السؤال يعني بالنهاية تعاملنا مع الشخصية النرجسية يطفي علينا مسؤولية أكبر هذا الإنسان قد يكون أخ قد يكون أب قد يكون زوج وبالتالي لدينا مسؤولية في التعامل معه كيف نستطيع أن نتعامل مع الشخصية النرجسية هل يمكن أن نروضها بشكل إيجابي؟ أوشي الله يحميكم وجود شخصية نرجسية في حياتكم أصلا أنتم الصبايا بس عمليا هو حقيقة التعامل معه صعب يعني مسألة يعني دائما لا تسعب علينا لا حقيقة المفاتيح أنه أنت تتجنب أنك تجرحي يعني تسبب له جرح نرجسي يعني أنه هذول خلص هذول متعبين للأمان يعني إلى حد ما هي مسألة تكيف يعني أنت تكيف معه أم أنك تعالج مو علاجها تكيف أنه لا بأس أنه نرضي غروره بشغلات يعني نحسسه بشغلات بس مو الدرجة أنه يعني عزز عنده هاي الشغلة لأنه عمليا هذول من جول تلك عندهم هاي حالة الفراغ اللي هي بدها علاجي مسألة مو مزحة يعني مو مسألة أنه والله إحنا بشوية شغلات هذا اسمه اضطراب مستمر يعني يعني ما نضطراب مثل فيه اضطرابة نفسية هي طارئة أنا ممكن بكرة يصير معي اكتئاب يصير معي قلق يصير معي فصام يعني هذا ما نضطراب بس اضطراب الشخصية هو هذا الدائم شكل مشكال خليه يقول التركيب النفسي اللي هي شاملة ومستمرة هون المشكلة يعني فبالتالي بدها علاج تخصصي يعني هذا بالدوش والطبيب غالبا علاج النفسي لما يجيك هذا الشخص المصاب بالنرجسية أنت فعليا خلينا نحكي الخطوات الأولى اللي أنت بتقوم فيها معاه لحتى تبدأ بهذا العلاج أول شي خليه يجي عادة ما بيجي مهم أنه يلجأ للطبيب طبعا ما بيلجأ خصوصا غالبا بيجي بعمر متقدم وحتى هدول مو كلنا بيجوا طبعا يعني حتى الآن ما أجتك حالات نرجسية طبعا بجتني بس شكل قليل جدا يعني عمليا نحن هون لما يكون بعمر يعني فينا نلجأ نبين له يعني هاي العلاقة بين أفكاره وبين سلوكه شوي شوي بصير في عنده وعي لحالته بصير قادر يعدل بعض الأفكار عنده اللي هي انعكاساته سلبية حتى عليه هو يعني هو احنا نتعامل معه بنحترمه كشخص يعني ما نحكوم عليه يعني تناكس على حياته على مهنته على علاقاته دائما هذون عنده ابطراب بكل المجالات فبالتالي العلاج السلوك المعرفي هون مفيد بالإضافة ممكن نلجأ لخلينا كل مقاربة تحليلية نفسية حتى يوعى شو الأسباب وين بلشت معه القصة طبعا إذا كان مكتئب ممكن ينعطى أدوية للاكتئاب نعم لكن هو يحتاج إلى تعديل سلوك تعلن ومعرفة يعني نقطة الأول أنه يعرف أنه عنده هذه الصفات يعني هو العلاج السلوك المعرفي هو وعي عميق يعني العلاقة بين اسمه سلوك معرفي بين معرفة أو بنية المعرفة عنده وبين سلوكه جميل دائما وحدة عززة ثانية فبالتالي هون إحنا المدخل تبع العلاج السلوك المعرفي طبعا نعطي هيك نصيحة أخيرة للأشخاص فعلا اللي بيعانوا بوجود هاي الشخصية بحياتهم شو بدون نصحهم لا يعني هو نرجع بكل ما فينا وجهنا وصحة أنه ما نفترض أنه عنده مشكلة بس أنه عمليا النصيحة اللي ممكن أحكيها أنه حلو يعني الواحد يحكم ذكاء ويشوف أنه طيب أنا مو معقول دائما الناس ما بتقدرني مو معقول الناس دائما تحاول تحاربني يعني إذا كان عندي شيء مهم لا شك بشوية جهد إلا ما يبين إلا ما يجي ناس يقدروا أما إذا كان دائما الناس ما عم تقدر يعني الشغلات اللي أنا مفترض عن حالي شغلات عظيمة وإنجازات ماتوا من الذكاء أنه شوي يتوقف وراجع حالي ممكن هذا يقود لعضي الطبيب هذه نصيحة للشخصية النرجسية والأشخاص اللي يعانوا من وجود هذه الشخصيات حولهم يحاولوا فعلا يتفهموهم يشبعوا شوي رغبات لأنا عندهم لكن بينسلوا كما ذكرت قليلة ويساعدوهم أن تخلصوا من هذه الشخصية شكرا دكتور محمد دندر على هذه الإضافات الجميلة شكرا دكتور محمد دندر